البرمجة الكائنية هي احد اهم الانات البرمجية المنتشرة في كل لغات البرمجة الحديثة وهي احد المفاهيم اللي اتظلمت كتير الفترة اللي فاتت وقالوا عليها مش مهمة وممكن تشتغل من غيرها على الرغم من ما فيش شركة محترمة وبتحترم نفسها وبتحترم شغلها مش هتسألك في الانريفيو على المفاهيم الاساسية بتاعة البرمجة الكائنية وفي الفيديو ده هنتكلم مع بعض في مقدمة عن البرمجة الكائنية وهنكمل مع بعض في السلسلة دي كمان ان شاء الله كل التفاصيل بتاعتها عشان نفهم الموضوع مع بعض وانطبقوا باي لغة برمجة انت حابب تطبقوا بيها فيلا بينا سلام عليكم ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حاله واهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلة مفاهيم البرمجة في السلسلة دي بنتكلم عن المفاهيم الاساسية بتاعة البرمجة اللي انت محتاجها كمبرمج واللي تقدر تطبقها باي لغة برمجة ايا كانت وحابب افكرك كمان ان السلسلة دي هي جزء من كورس تعلم اساسيات البرمجة بلغة السي شار بالمستوى التاني اللي لو انت حابب ان انت تاخد امثلة اكتر وحابب ان انت تاخد دعم وتدخل معانا على مجتمع المبرمجين بتاعنا فتقدر ان انت تشترك فيه وده ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجة مفيدة جدا بالنسبالك عشان افهمك يعني ايه object oriented programming لازم احكي معاك الحكاية من البداية في البداية لما كنا بنبرمج يمكن في اوائل الستينات او في الخمسينات كانوا بيكتبوا البرنامج كله عبارة عن صفحة واحدة كده مكتوب فيها اكوات كتير اوي وكلها تحت بعضها فطبعا الموضوع كان صعب وكان مرهق وما كانش منظم بالشكل الكافي جو من الناس قالوا لك يا جماعة يعني طب احنا كده بنقرر الاكوات يعني حكاية بنكتب الاكوات مرة وبنرجع نعيدها مرة تانية طب ليه نعمل كده ما تيجي نعمل الاكوات بتاعتنا على هيئة methods او على هيئة functions بحيث ان احنا نبتدي ان احنا لو عايزين نستخدم مجموعة من الاكوات مرة تانية نستخدمها عن طريق اسم المثل طبعا الطريقة دي انت اكيد عارفها لو انت كنت معايا في كورس C Sharp المستوى الاولاني او لو انت درست اساسيات البرمجة الا لا بفترض ان هي عندك وانت بتفرج على البلايليست دي كلها فبالتالي اخترعوا لنا حاجة اسمها procedure programming اللي هي ان انا بقدر اقسم الاكوات بتاعتي على هيئة methods زي ما انا كلمتك دلوقتي اشتغل كويس جدا لفترة وكان شغال وما كانش فينا حد متضايق من الموضوع ولكن بعد ما البرمجة اطورت وبعد ما دخلت في تفاصيل كتير في حياتنا والبزنسز اللي احنا بقينا بنعملها بالبرمجة بقت كبيرة فاصبحت ال procedure programming بقت مرهقة ومتعبة جدا وبقى المبرمجين ابتدوا يشتكوا ويشدوا في شعرهم ويتضايقوا ويتعابوا احد العلماء مع بعض قاعدة حلوة كده وقال لك بقول لك ايه ما تيجي نحل الموضوع ده كده حل كويس يساعدنا لسنوات قدام هتحلوها ازاي يا مهندسين يا محترمين قال لك بمنطقة البساطة ما تيجي نحاكي الاسلوب اللي احنا بنعيش بيه في حياتنا نحاكي الاسلوب اللي احنا اتخلقنا به وانزلنا به على الارض قال لك هو ايه الاسلوب بالزبط وايه الطريقة دي قال لك احنا كبشر لما نزلنا على الارض لقينا الارض اصلا كلها متأسمة كائنات وطبعا زي ما انت عارف ربنا علمنا الاسماء كلها وعلمنا كل التصنيفات والتفاصيل بتاعتها يعني قال لك والله دول حيوانات وقال لك دول طيور وقال لك دول زواحف وقال لك انتو كمان بشر وكل فئة من دول ليها الصفات بتاعتها وليها البيهيفيورز اللي هي التصرفات بتاعتها اللي هي بتتصرفها يعني على سبيل المثال لو مسكنا مثلا فئة مثلا زي القطط هتلاقي مثلا ان القطط كلهم مثلا ليهم طول وليهم عرض ليهم وزن ليهم عينين وليهم اربع رجول مع اختلاف طبعا التفاصيل هتلاقي مثلا كل ما ييجي مولود جديد من القطط وهم كتير اصلا زي ما انت معارف هتلاقي ان كل مولود من دول بتبقى ليه الصفات بتاعته فيه واحد عينيه خضرة فيه واحد عينيه صفرة ايا كان يعني حسب الصفات اللي هو بياخدها قالك دي الحياة اللي احنا شفناها اول ما نزلنا على الارض ايه حلاقة الكلام ده كله بالبرمجة يا بش مهندس تخيل معايا مثلا ان احنا بنعمل السيستم ده لمحل بتاع حيوانات اليفة فتخيل كده ان الراجل صاحب المحل ده عاوز يعرف مثلا هو بيكسب كام من كل صنف من الاصناف اللي موجودة عنده عنده مثلا قطط وعنده كلاب عنده مثلا سمك وعنده طيور وعنده حاجات كتيرة جدا هتعمل الكلام ده ازاي في البرمجة عندك فانا النهاردة لو جيت اطبق الكلام ده بالبرمجة هبصت لقي نفسي بعرف كمية متغيرات كتير جدا يعني سيه مثلا القطط بعرف لهم 4-5 متغيرات عشان خاطر لون العين وعشان خاطر مثلا لون الشعر وعشان خاطر التفاصيل نفسها بتاعتهم هلاقي مثلا الكلاب هاتطر ان انا اعرف لهم برضو متغيرات تانية والطيور هعرف لهم متغيرات تانية وبالتالي هبص لقي الكود بتاعي كيبر جدا وانا مش عارف اسيطر عليه طب تيجي نعمل حاجة حلوة احسن بالكلام ده كله اقول لك تخيل معايا كده لو كان في طريقة ممكن اعرف بها لغة البرمجة بتاعتي او الكمبيلر بتاعي ان في حاجة اسمها دوج او في حاجة اسمها كات او في حاجة اسمها فش لو الطريقة دي موجودة مش تبقى سهلة و جميلة و حلوة هتقول لي ايو والله تبقى سهلة و جميلة و زي الفل بس الكلام ده هنعملو ازاي ده انا لو دخلت في لغة البرمجة بتاعتي كتبت لها حاجة اسمها دوج الكمبيلر هيعضني لان اصلا دي الحاجة دي مش موجودة اصلا هيطلع لي ارر الحاجة دي مش موجودة عندنا احنا عندنا حاجة اسمها انتجر اللي هو ارقام صحيحة عندنا حاجة اسمها سترينج اللي هي مثلا الكلمات عندنا الكاركترز اللي هي الحروف لكن ما عندناش حاجة اسمها دوج اقول لك ايوة لحظة واحدة كده بقى وتعالي كده واحدة واحدة ماها دي اسمها user define data type data type انا بعرفها من جديد للكمبيلر ليه يعني بعرفها من جديد للكمبيلر يعني ما الكمبيلر بفرض يكونوا عارفها زي ما احنا عارفينها ما كلنا عارفين ان ده يا دوج وان دي كات وان دي فش اقول لك لا يا حبيبي انت عارفها لان انت بني ادم عائل راشد عندك مخ بيفكر وربنا حط لك الحاجات دي كلها في مخك فبالتالي انت عارفها انما الكمبيلر ده اعتبره كده بيبي صغير كده لسه مولود ما يعرفش اي حاجة خالص عن اي حاجة فلازم انت اللي تعرفوا الحاجات دي كلها لازم تعرفوا ان في حاجة عندي اسمها دوج والدوج ده الصفات بتاعته مثلا ان هو مثلا ليه skin color ان هو مثلا ليه مثلا eye color اللي هي لون العين ان هو مثلا ليه weight اللي هو الوزن وليه speed اللي هي السرعة كل الحاجات اللي انت عاوز تعرفها له انت تقدر ان انت تقوله عليها وخلي بالك ان الحاجات اللي انت بتعرفها له دي بتختلف من business للتاني احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نحاكي business حقيقي موجود ونحاول ان احنا نعمل برنامج بيخدم شخص فعلا طلبه مننا وهناخد فلوس مقابل هذا البرنامج اللي احنا هنعمله فبالتالي لازم نشوف ال business طالب ايه وعلى اساس طلباته احنا بنحط variables او بحط الصفات الخاصة بالدوج بتاعنا فنقدر ان احنا نعرف الكمبيلر ان فيه حاجة اسمها dog نقدر نعرف ان فيه حاجة اسمها cat وحاجة اسمها fish ناخد مع بعض المثال تاني عشان نفهم مع بعض الموضوع اكتر تخيل معايا لو احنا عاوزين نعمل system لمستشفى المستشفى دي موجود فيها مثلا خمس اوض عمليات وفيها مثلا خمستاشر دكتور اوض العمليات دي كل اوضة مجهزة بطريقة غير التانية والدكاترة كل واحد تخصصاته غير التاني وكل دكتور التخصصات بتاعته غير التاني لو احنا هنشتغل بالطريقة القديمة فهتبصت لنفسك انت بتعرف متغيرات خاصة بالدكتور ومتغيرات تانية خاصة بايه خاصة بقودة العمليات في حين ان احنا لو فكرنا بطريقة زكية وفكرنا بعقلنا البشر الجميل هيقولك لأ الموضوع بسيط خالص تعال انعرف الكمبيلر ان فيه حاجة اسمها doctor وان الدكتور ده ليه اسمه وليه سنه وليه التخصص بتاعه ده الدكتور وانعرف للكمبيلر حاجة تانية اسمها قودة العمليات اللي هي الروم مثلا والروم دي فيها عدد السراير وفيها التجهيزات بتاعتها وفيها اللوكيشن بتاعها وفيها اي تفاصيل انا عايز اعرفها للروم دي وبعدين بعد اما انا عرفت الاتنين دول ابتدي ان انا في الكود بتاعي ان انا احط الخمس قوض عمليات واحط الخمس تشهر دكتور مع تغير اسماء كل واحد فيهم كل واحد ينزل باسمه ورقم تليفونه وسنه وكل التفاصيل بتاعته دي ناخد مثال تالت عشان نفهم الموضوع هقولك افرد انا عندي سيستم بعمل فيه مثلا كورسات لطلبك انا عندي طلبة وعندي كورسات الطالب الواحد يقدر ياخد اكتر من كورس فالنهار ده انا هعمل الموضوع ده ازاي هفكر في الموضوع ازاي هعرف الكمبيلر ان في حاجة اسمها ستيودنت وان الستيودنت ده لي اسم ولي قسم ولي سن ولي رقم تليفون وعرف الكمبيلر ان في حاجة اسمها كورس والكورس ده لي عدد ساعات ولي مثلا بعض المحاضرات اللي موجودة فيه وليه 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 شوية حاجات زي كده وعن طريق التعريفات اللي انا عرفتها دي ابتدي ان انا بعد كده احط مثلا لو انا عندي ثلاث كورسات احط الثلاث كورسات بتوعي لو انا عندي مثلا عشرين طالب هحط العشرين طالب بتوعي عندي جوه الكود بتاعي واللي انا حكيته لك ده هو بالزبط في الابجكت اوريانتد بروغرامنج بيتم معانا الموضوع على مرحلتين المرحلة الاولانية ان انا اعرف الكمبيلر اصلا ان الحاجة دي موجودة المرحلة التانية ان انا اعرف بقى النسخ بتاعة الحاجات اللي موجودة على ارض الواقع فعلا هقف كده في المحل قوله يا عم الحاج انت عندك كم كلب موجود او عندك كم قطة موجودة قولك الله انا عندي مثلا عشر قطة مثلا وخمس كلاه قولك زي الفول العشر قطة دوله هيبقى عبارة عن كائنات انا هعرفها عندي في الكود وهحط الصفات بتاعتها وهو ده الفرق الحقيقي ما بين الكلاس وما بين الابجيكت الكلاس هو التمبلت الاساسية اللي انا بعرفها للكمبيلر وبقوله فيها ايه الحاجة دي اصلا وايه الصفات بتاعتها وايه البيهيفيارز بتاعتها اما الابجيكت هي النسخ الحقيقية اللي موجودة على ارض الواقع اللي هما العشر كلاب او الخمس قطط اللي موجودين عندي على ارض الواقع والموضوع ده بمنتهى البساطة بيد ميجلي الفيرابولز والميثودز في مكان واحد ودي حاجة حلوة جدا لان بدل ما انا كنت معرف ده الميثودز لوحدها والفيرابولز لوحدها بشكل منفصل انا قدرت للمهم هما الاتنين في كابسولة واحدة والكابسولة دي انا سمتها باسم الحاجة اللي انا فعلا بتعامل فيها بالبيزنس بتاعي وده هيسهل علي ان انا اصلا لما ادخل على الكود وحب ان انا اعدل الاقي التعديل بالنسبة لي ساهل لان انا اصلا فاهم وده مطابق تماما لنفس البيزنس اللي انا بعمله فالموضوع بالنسبة لي اصبح مش صعب فدي الفكرة العامة بتاعة الابجيكت اوريانتد بروغراميج وفكرة الكلاس والابجيكت موجودة في كل لغات البرمجة بالمناسبة واحنا هنطبق مع بعض دلوقتي كمان بلغة السي شارب لكن قبل ما نطبق لازم اعرفك ان في مفاهيم اساسية في الابجيكت اوريانتد بروغراميج هناخدها بالتفاصيل مع بعض كلها في فيديوز موجودة عندنا وهناخد امثلة كتير جدا 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 جوا الكورس بتاعنا تعرفك الحاجات دي وتفاهمها لك بشكل كبير الاربع مفاهيم هم اول حاجة الانكابسوليشن تاني حاجة الانهيرتنس تالت حاجة الابستراكشن رابع حاجة البوليميرفريزم الاربع مفاهيم دول هم المفاهيم الاساسية بتاعت الاو او بي واللي احنا هننقشهم مع بعض ونفهمهم واحدة واحدة لو انت حتى ما فهمتش طبعا معناهم واكيد انت ما فهمتش هتلاقي الفيديوهات اللي جاية هتشرحهم لك ودلوقتي يجي الوقت المناسب اللي احنا عايزين نتعلم فيه ازاي نعرف كلاس وازاي ناخد منه اوبجيكتز عشان نحاكي بيزنس معين خلي بالك ان اي بيزنس انت تقدر تديره بطريقة الاو او بي اللي احنا تكلمنا عنها دي وان احنا هناخد مع بعض زي ما قلتلك الامثلة من الصغير لحد الكبير لحدا ما خليك تقدر تعمل بيزنس كبير باستخدام الاو او بي وانت مستريح تماما وعشان اسهلها عليك وعشان اخليك تقدر تتابع معايا السلسلة دي من اولها لحد اخرها في اخر التطبيق خالص هحول لك نفس الاكواد دي بلغات برمجة تانية كتير بحيث ان انت تبقى انت فاهم الموضوع والموضوع بالنسبة لك سهل ولو انت بتتعلم برمجة فانت هتكون عارف ومتأكد كويس جدا ان فعلا لغة البرمجة بيش هتفرق خالص في المفاهيم اللي احنا بنقولها دي فيلا بينا بقى على طول نروح على التطبيق دلوقتي يا صديقي هنبتدي مع بعض التطبيق زي ما قلتلك ما تقلقش خانص من موضوع لغة البرمجة انا هحول لك الاكواد كمان شوية اول حاجة احنا عملنا مع بعض مشروع بلغة الـ C sharp دلوقتي وهنبتدي نطبق مع بعض المثال اللي احنا اتفقنا عليه بتاع المحل اللي بيبيع حيوانات اليفة اول خطوة احنا اتفقنا عليها اللي هي ان انا اعرف الكمبيلر اصلا اصلا ان فيه حاجة اسمها dog او فيه حاجة اسمها cat او الكلام دا كله بنعمل الكلام دا عن طريق ان احنا بنعمل الكلام دا بنعمله ازاي موضوع سهل وبسيط خالص هنيجي هنا كده طبعا لو انت كنت حضر معي الكورس اللي فات هتبقى انت فاهم ايه الفرق بين name space وايه الفرق بين الكلام والفرق بين المثال انا فاهمتك فروقات عامة عشان تبقى فاهم احنا بنعمل ايه وفي الكورس دا هفاهمك بقى بقية التفاصيل كلها كل التفاصيل اللي بقى اللي عن الكلاس والname spaces والكلام دا كله هناخدوا مع بعض خطوة خطوة ازاي بنعرف كلاس بنكتب كده كلمة class وبعدها البساطة كده وبعدين بنعمل space وبكده نكتب اسم الكلاس اللي احنا عاوزين نعرف هنقول مثلا واسلا dog اللي هو ايه الكلب بتاعنا هندخل جواه ونكتب الصفات اللي احنا عاوزينها الصفات اللي احنا عاوزين نتعامل فيها في خلال البزنس بتاعنا زي ما اتفقنا ممكن بزنس تاني نكتب صفات تانية او نكتب مثلا behaviors تانية methods تانية غير اللي احنا نكتبها دلوقتي فانا هنقول مثلا اللي string مثلا اللي هو اسمه اسمه ايه بالزبط تمام وبعدين هنقول مثلا string مثلا اللي skin color اللي هو لون البشرة او لون الشعر بتاعه يعني هنقول مثلا string ال a color لون عينه وممكن مثلا نقول الweight الweight اللي هو وزنه وزنه مثلا اللي هو ممكن يبقى double مثلا ولي اكون يعني double مثلا الweight ده الوزن بتاعنا اذا احنا كده عرفنا كل المتغيرات او كل الحاجات بتاعتنا وزي ما اتفقت معاك هو class عبارة عن combination ما بين مجموعة من variables ومجموعة من methods اللي هي functions بتاعتنا اللي احنا بنعرفها ايه بقى methods اللي ممكن تكون موجودة مثلا عند الكلب ده مثلا ممكن يكون عندي مثلا ازاي بينام ازاي بياكل ممكن مثلا لو دخل مثلا competition او دخل مسابقة كل دي تبقى عبارة عن methods بنكتب جواها اكواد والاكواد دي بتختلف برضو من business للتاني خلينا نقول مثلا void ولياكم مثلا sleep دي مثلا function الفunction دي ممكن مثلا اكتب جواها اي كود ولياكم مثلا console dot write line وممكن دي اكتب جواها مثلا goodbye انا سلام bye bye انا ماشي خلاص انا زيل فول او كده دي مثلا سطر كود ممكن اكتبه جواها وطبعا لو انا كان عندي business كنت كتبتلك بقى اي كل البزنس اللي ممكن يكون موجود فيها ولكن انا مجرب بتديلك مثلا مثال يخليك تبقى فهم بس الدون راح في انه جاي من اي حلو او نخش على جزء اللي بعده اللي هو مثلا eat مثلا هو مثلا بياكل اوكي وهو بياكل مثلا ممكن يطلع لك مثلا console the right line يقول لك مثلا thank you طبعا الكلبة اكيد هيقول لك طبعا thank you بطريقة تانية طبعا غير الكلمة اللي احنا كاتبينها بس زي ما بقولك ده مجرد مثال طيب كده قلنا sleep وقلنا eat ممكن نعمل بقى حاجات تانية كتير قوي طبعا انا ممكن اعرف عشرات وممكن اعرف عشرات كده انا عرفت بتاعي في نقطة مهمة جدا لازم اعرفها لك ولازم انت تكون واخد بالك منها وهي الطريقة اللي بنكتب بيها الكود لان انا عارف ان في ناس بتطلغبط في ناس بتطلغبط في طريقة الكتابة كلمة لو نقص منها حرف هيطلع لك لازم الغلطات دي انا عارف انك هتغلطها فبالتالي انا بعرفها لك عشان انت ما تغلطهاش اصلا هنا دي اكتب الاسم اللي يعجبك هنا ما فيش اي غلط في السنتاجس في كلمة انا ممكن اكتب كلمة بالشكل ده ده هيطلع لك بالهابل زي ما انت شايف هاي وطالما ما فتحت هو بيقفله لك طبعا انا نقفل ده تحت لو انا نسيت اقفله هيحصل لك هيطلع لك في الاجزاء اللي تحت وطبعا زي ما احنا عارفين بيطلع لك بيقول لك ان في حاجة انت نسيت تكتبها فلازم تقفل وطبعا زي ما احنا معارفين بكتب وبكتب اسم بتاعي في الاخر نسيت السيمي كولوم هيطلع لك وهكذا لو انت بتعرف مثلا الميثود لو نسيت كلمة هيتطلع لك لو نسيت الاقواس دي نسيت قص منهم هيطلع لك مهمة قوي تفهم وطبيعة بتاعتك بتاعت اللغة اللي انت شغال عليها انا شغال بتاعتك بتاعتك اتكلمنا عنها بالتفاصيل طبعا في الكورس الاولاني بتاعتك ودلوقتي يعني شوية كده عشان لبقى فاهمين الدنيا دلوقتي انا عملت المرحلة الاولانية ان انا عرفت الكلاس عرفت التمبلت بتاعي التمبلت انا كده قلت ان المحل ده هيبقى فيه كلاب لكن انا لسه لحد دلوقتي ما عرفتش العشرة خمستاشر كلب اللي موجودين عند الراجل صاحب المحل لسه ما عرفتهمش لحد دلوقتي بعرفهم ازاي تيجي هنا بمنتهى البساطة في المين تبتدي من انت بقى تاخد من الكلاس ده كل انا دلوقتي هقول له مثلا ادايا اسمه وليكن ازاي بنعرف الابجيكت بنقول له وبنقول له كلمة وبعدين بعدين اقول له اللي هو نفس بتاعي وافتح الكوسين دول واقفلهم كل حاجة انك هتبتع لها معنا يعني كلمة لو انت كنت حضر معي الكورس الاولاني كنت هتبقى فاهم معناها ان انا كده بعمل الرابطة ما بين طبعا الموضوع ليه تفاصيل كتير عشان متاخدش بس الكلمة مني طياري ومن غير ما تاخد كل تفاصيلها انا شريحها بالتفصيل في الكورس اللي فات طيب كلمة اللي باكتبع هنا ان انا بعرف الجزء بتاع الدق ده في الستاك وطبعا كلمة اللي هو نفس بتاعي اللي انا عرفته من شوية والكوسين دول اللي هم معنا هنبقى نشرحه كمان شوية في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله والسي بي كولوم ده اللي بيقفل لي الجملة اللي انا كنت فتحها دلوقتي جوه السي شارب طيب ده ممتاز جدا تخيل معايا لو انا كنت عملت مثلا كومنت للكلاس بتاعي ده عملتلي كومنت يعني وقفت كل سطور دي السطور دي كده دولة كأنها ما بتتنفسش هتيجي هنا هتلاقي الدوك ده جاب لك لان الكمبيلر دلوقتي ما يعرفش اصلا يعني يعني ايه دوك ده حاجة هو ما يعرفهاش اساسا فعشان كنا اسم الابجيكت اللي هو الاسم اللي احنا حطناه احنا قولنا بنعرف الديتا طيب بعدين بنحط اسمه بعدين نفس الديتا طيب تمام طيب هاستخدم انا بقى اسمه اسمه اصبح بالنسبة لي متغير انا كده بقى عمل متغير من نوع فانت اكيد طبعا فاهم ان هو دلوقتي بقى زي زي الانتجار زي زي من حيث ان هو طبعا مش من حيث الطبيعة طيب هايل جدا هنقول كلمة اللي هو اسم بتاعي المفروض ان انا اول ما اقول له ان هو يظهر لكل الخصائص وكل وكل المثلز اللي موجودة جوه لكن لو احنا بصنا قدامنا دلوقتي هنلاقي ان دا ما حصلش انا ما شفتش اي حاجة من الحاجات اللي موجودة جوه الكلاس ليه ما شفتهاش اقولك انا ليه صديقي لو طلعنا فوق هتلاقي ان احنا فيه كونسبت مهم جدا احنا هنتكلم عنه بالتفاصيل كمان جوه النقطة تاعت الانكابسوليشن وهي ان الvariables دي والمثلز دي بتتشاف على اي مستوى ايه المستوى اللي انا بقدر اشوف فيه الحاجات دي فاكر زمان لما انا شرحت لك الvariable scope وقولت لك ان الvariable طول ما هو موجود جوه scope انا مقدرش اشوفه برا ال scope بتاعه اي حاجة انا عرفتها جوه الكلاس بتاخد اكسس modifier اسمها private كلمة private اللي انا كتبتها دي معناها ان الvariable ده ما ينفعش يتشاف غير على مستوى الكلاس ده ما قدرش اشوفه من بره ما قدرش اشوفه عن طريق ال object بتاعه تمام هو اصلا by default واخد private لو انا مكتبتش حاجة هو واخد private طيب لو انا بقى عايز يتشاف عايز يتشاف بقى على مستوى ال object على مستوى ال dog one اللي انا اخدته ده بمنطقة البساطة باكتب جنبه كلمة public طبعا فيه access modifier كتير تانية هنتعرض لها واحدة واحدة وهناخدها واحدة واحدة معنا في الكورس بتاعنا ده فلو انا قلت له public لو انا نزلت دلوقتي جوه ال object بتاعي وقلت له dot هلاقي انهم ظهرت اقدر دلوقتي اتديره اسم اقدر اقول له والله ان الكلب ده اسمه مثلا dog one كده قدرت اديره الاسم بتاعه ولو انا طبعا عاوز بقية تظهر معايا لازم اعدي عليهم واحد واحد واكتب جنبهم public خلي بالك احنا هنتطرق لشرح ال object oriented programming بالراحة قوي وواحدة واحدة عشان نفهمك كل حاجة هجد دلوقتي اقول له public كده انا كتبت ايه ال variable اللي بعده هيقدر يظهر public ال variable اللي بعده هيبتد يظهر معايا كده انا هحط جنب كل ال variables بتاعتي public لو انا جيت تحت هنا كده دلوقتي وابتدت اقول له بقى dog one dot ظهر كل ال variables بتاعتي دلوقتي اللي موجودة اقدر اقول له بقى دلوقتي ال skin color بتاعي بتساوي مثلا هبتدد اقول له مثلا ده black وليكن وهبتدد اقول له مثلا ان dog one ده دلوقتي dot عندي دلوقتي ال a color هبتدد اقول له والله بص هنا visual studio كتاب معايا انا عمري في حياتي ما شفت كلب اصلا ال color اللون عينيه حمرا بس anyway انا اقول له مثلا blue طبعا انا برضو معرفش في blue اصلا ولا لأ يعني الناس اللي فاهمين في الكلام ده هم اللي يقول لنا بقى في الكومنتات الحاجات دي موجودة ولا لأ بعدين هقول له والله dog one dot مثلا ال weight اقول له والله ده بتاعه مثلا وليكن مثلا خمسة يعني هو مثلا خمسة كيلو الوزن بتاعه كده انا حطيت كل الخصائص بتاعة ايه ال dog بتاعي لو انا عاوس بقى يعني ابتدي اقول مسلا والله انا عايز انا يمو عايز اقول له الدوك الاولى ده نام مسلا اقول له مسلا dog one dot sleep اه ما لقيتش sleep ليه ما لقيتش sleep نفس قصة اطلع فوق هتلاقي ان sleep as a method مش مكتوب جنبها اي حاجة معنا ان مش مكتوب جنبها اي حاجة اي حاجة هي مكتوب جنبها private وprivate يعني ايه يعني بتتشافه على مستوى ال class بس يعني ايه تشافه على مستوى ال class برضه طب ما تيجي نقفل دي كده نشيل البابلك دي كده عشان نفهم لو شرنا البابلك دي هيطلع لي هنا error لان ال wait اصبح ما بيظهرش عندي على مستوى ال object لان هو private لكن لو جيت هنا على مستوى ال method قلت له مثلا ال wait هتلاقي ان انا بشوف ال wait واقدر ان انا احط له قيمة احط له مثلا 5 احط له 7 ايا كان اقدر اشوفه في ال methods اللي على مستوى ال class لكن ما اقدرش اشوفه برة ولو انا عايزه يتشاف برة فالموضوع سهل جدا هاجي كده جنبه واكتب public public بيتشاف على مستوى ال class وبيتشاف على مستوى ال object ونفس الكلام للميثوت الميثوت لو انا جيت هنا كده خليت دي بدل private وخليتها public اذا الميثوت دي دلوقتي اقدر اشوفها من على مستوى ال object هلو جدا نيجي كده نقول له ايه sleep sleep قدرت ان انا اشوف sleep وقدرت ان انا انا ديها فيش اي مشكلة تماما طيب تعال بقى نشوف ال eat بقى dog dot eat eat مش ظهرة فبالتالي هارجع تاني واحدة واحدة اطلع فوق يعني بال method واقول له public لو كتبتنا كلمة public معناها ان انا اقدر اشوفه على مستوى ال class اقدر اشوف الميثوت دي على مستوى ال class واقدر اشوفها على مستوى ال object ازاي على مستوى ال class ممكن جوه sleep اقول له والله بعد اما هينام مثلا هيكل او بعد اما هيكل هينام anyway يعني يعني انا دي الميثوت اللي اسمها eat جوه ال sleep عادي جدا او العكس صحيح ممكن اقول له بعد اما تأكل مثلا sleep نام وليكن يعني يعني ده ده مثال بس انا فهمك بيه انا ممكن انادي الميثوت جوه ال class عادي جدا وممكن اناديها بره ال class بالشكل ده اقول له dog one dog one اقول له eat يبقى انا قدرت ان انا اعمل object من dog وقدرت ان انا اغير الخصائص بتاعته وقدرت ان انا نادي كمان على الميثوت اللي جوه ما تيجي نعمل كده ايه break point ونتفرج على الحاجة اللي احنا عملناها دي ونشوف نتائجها ايه دوس كده f5 احنا دلوقتي جوه break point هنمشي ب f10 عشان نتحرك على الاكوان بتاعتنا ونشوف اول حاجة احنا عملنا ده الobject اللي هو اللي احنا واخدين من dog وكل حاجة فيه طبعا كل ال strings جايبة بنو وكل ال wait جايبة ب zero ال default values اصلا بتاعت ال variables بتاعتي حلو عدت على skin color وعدت على كل variables دي مالتها هقدر ان انا خش دلوقتي على dog وشوف كل البيانات اللي موجودة جواها بكل بساطة حلو جدا هنيجي على ال sleep هندوس f11 عشان ندخل دلوقتي انا غيرت قيمة ال wait خلتها ب five وطبعت في الكونسول good bye لو دخلنا كده بصينا على الكونسول طبعنا فعلا good bye ما فيش اي مشكلة ندخل على eat ننتقل البساطة وندوس f11 هندبع هنا ايه thank you شكرا انت اكلتني قطر الف خيرك كتب هنا فعلا thank you والدنيا زي الفل ازا احنا عملنا وعرفنا ازاي نتعامل معه لكن ما تنساش ان الراجل صاحب البزنس ده عنده اصلا dogs كتير جدا يعني هو اصلا عنده كلاب كتير مش عنده كلب واحد عنده كذا كلب فلو انا عايز اعرف الكلب رقم اتنين هعمل ايه ولا حاجة هعرف variable تاني من نوع dog والverbal ده هتديله قيم مختلفة اقول له والله بص يا سيدي dog تمام وهسميه dog two بمنطقة البساطة كده وهنا ده هتديله بقى قيم مختلفة تماما اقول له مثلا dog two dot مسلا skin color هنا ده مسلا that det to black ده هتديله مثلا white مصيبة لك visual studio كذب لي احمر وعمل ما شفت كلب احمر بصراحة ده جديد علي هقول بقى ان ال a هقول له ان dog هقول له ان dog two dot a color تمام بتساوي مثلا ايه هنكتب مثلا green ما عرفش اصلا فيك لاب عينيها خضرة ولا والله ما عرف فيه بقى غلطة الناس بتغلطها انه هو يجي يقول لك ايه بقى تمام ده dog اللي هو ما انت مش هتلاقى جواحك لان اصلا انت المعلومات بتقدر توصلها عن طريق ال object خلي عندك قعدة انا النهاردة طالما عملت class عشان اتعامل مع هذا class فيه عندي طرق من ضمن الطرق دي ان انا اخد منه object عشان اقدر اوصل لل variables اللي جواه وقدر اوصل لل methods اللي جواه ال class اعمل لكابسولة مكونة من variables ومن methods عشان اقدر اتعامل معها لازم اتعامل ما عن طريق ال object يعني عن طريق dog one او dog two او اي object انا هعمله فهقول له dog two dot مثلا ال wait ال wait هنا هو كتاب له خمسة انا هغير ال wait اخليها ساقب عمس عشان نبقى غيرنا بس المعلومات وطبعا ال name بتاعه ممكن نحط ال name بالشكل ده dog two dot name طبعا احد يجي يقول لي انت بنت ليه كتبت ال name فوق ليه ما كتبتش ال name تحت اقول لك انا حر ممكن احطه فوق او احطه تحت برحتي مفيش اي مشكلة خلص اقول له مثلا ده هسميه my dog عشان بس اغير طريقتي التسميم ما بقاش دج وانه دجته عشان انت بتحفظش ان ال name ده المفروض يبقى بقى بنفس الاسم بتاع ال object لان دي حاجة هلط هو مش كده الاسم ده انا بسميه بأي اسم انا عاوزه انما ال name ده ده حاجة في البزنس اللي انا عامله يعني انا نديره اسمك تسميه بقى ريكس تسميه مثلا اي حاجة اي اسم يعجبك يعني فكده انا عملت object جديد من dog حلو ال object جديد ده المعلومات اللي فيه تختلف كل الاختلاف على ال object اللي هو dog one يعني ده حاجة وده حاجة تانية ولو انت عاوز ناسبتلك نشوف في ال break point نخش في ال break point نعدي ادي dog one ونشوف المعلومات اللي جوا نمسك dog one كده بص هتلاقي ده حكاية وقصة وفيلم تمام doctor ده حاجة لسه متعرفة جديدة variable جديد خالص كيانا كنت تعرفت مثلا variable integer وده variable integer تاني variable stream وده variable stream تانية اصلا يعني ده حاجة وده حاجة تانية فبالتالي خلاص يعني الاتنين من المفاصلين عن بعض هنا بص كل المعلومات اللي جواه ناو لان انا لسه ما حطتش المعلومات هعدي كده كده انا حطت المعلومات اللي جواه نبص كده بص هتلاقي البيانات اللي هنا غير البيانات اللي هنا اصلا لان اصلا على ارض الواقع ده dog وده dog تاني اصلا هاي ده مفهومة كده هاي تعالى بقى نخش نكمل احنا كده خلاص خلصنا ال dog الاولاني وده dog التاني لو انت عاوز تتعرف بقى عشرة عشرة بقى dogs 15 براحتك انت كده كده عندك template بتلعب فيه زي ما انت عايز تلعب الموضوع بالنسبة لك سهل لو مفوش اي مشكلة طيب افرب بقى احنا عايزين نكمل على البزنس بتاعنا بقى والراجل قالك طيب انت خلاص عرفتول ال dogs يلا بقى عرفول الطيور اللي عندي مع ال birds اللي عندي عشان اعرف كلمة bird لو انا جيت هنا وكتبت للكمبيلر كلمة bird ما مش فاهمها اصلا ايه bird دي اصلا جاي بالي error طيب عشان اعرفها لازم امشي على الخطوات بتاعت الخطوة الاولانية هي ايه ان انا اعرف الكلاس اعرف اصلا class عندي واسميه اصلا bird ممكن بقى انت تبتدي بقى بحرف capital او small برحتك بس انا بحب اخلي ال class يبتدي بحرف capital بعدين افتح ال bracket واقفله وابتدي ان انا احط بقى variables اللي عندي اللي جوه bird ايه variables اللي ممكن تكون عندي مثلا string مثلا name وليكن ممكن مثلا يعني بدل مثلا ما احنا نديله name لانه ممكن كهوه اصلا ما يكونش عارف اسمي الطيور ممكن نديله مثلا id ممكن نديله اصلا نقول له integer l-id بتاعه ممكن نقول مثلا skin color string skin color ده مثلا ممكن تكون حاجة ممكن نكتب type بتاعه اللي هو مثلا بغبغان ولا استرالي ولا آن كان يعني string مثلا type بالشكل ده يعني دي المعلومات الاساسية اللي احنا ممكن نكتبها ممكن نعمل مثلا method نسميها مثلا fly وليكن اللي هو مثلا ده بيطير غير التاني يعني يعني ده template اللي انا عملتها اللي هو بيتناسل مع البزنس بتاعي اللي هو حسب المعلومات اللي هتجيني من العميل ممكن نزود وممكن نزود وممكن نزود وممكن نزود وممكن نزود وممكن نزود دي بكتب اي كود يعجبني اي كود بقى انا عايز اكتبه ينفذ ال behavior ده تمام وبالمناسبة الكود اللي بتكتب في الميثود يمكن هي الحاجة المشتركة اللي ما بتتغيرش كتير من object للتاني انا adjust بس بناديها وخلاص ممكن تهي تغيرلي في بعض الصفات بتاعتي زي ما احنا شوفنا مسلا هنا دي غيارة وليكن ان مسلا اعتقد الويت ممكن نغيره في الايد اكتر يعني اللي هو لما هيكل هيدخن مسلا يعني لو كل مسلا فهيدخن مسلا هيبقى 6 كيلو بدل 5 كيلو كده بقت منطقية اكتر هلما نحاول انتخذ الموضوع منطقي وفني يعني سواء موضوع اكبر من كده يعني انت كبزنس بتطبق حاجات اكتر من جدع طبعا لو انا نزلت هنا هلاقي كلمة لسه مش واضحة لان دي طبعا مش لو انا كتبتها هتلاقي هتنورت معايا وجابت لون اخضر لان دا انا عرفته حلو هنقول والله مسلا ده مسلا عشان بس اغير لك طريقة المسميات لحسان تحفظ وراي لان نحفظ في مجال البرمواج ده حاجة سيئة جدا اقول اكو انا عرفت البرد بتاعي خلاص اهو عايزة ابتدلي ادله الصفات بتاعته هقول my bird وابتدلي اقول مسلا ان دا ال اي دي بتاعه مسلا طبعا لو انا جيت كتبت اي دي هتلاقي ال اي دي ميش ظاهر ليه ال اي دي مش ظاهر بمنطقل بساطة انت خلاص المفروض فهمت معي الفكرة حاجة جنب كل هحط جنبه public بالمناسبة لانا بعمله ده مش اصح حاجة لكن بس انا بعمله عشان افهمك الفكرة في الاول لكن لما نبدلي نشتغل في هفهمك ايه اللي يتعمل public وانا ما يتعمل احنا بس ناخد الموضوع مع بعض خطوة خطوة كده احنا خلينا كل حاجة في ده معناه ايه ان انا في الابجيكت هنا هشوف كل الحاجات اللي جوه بص الايدي ظهر معي اهو يبقى ده الايدي بتاعه واحد رقم واحد رقم الطير ده واحد احط عليه احط عليه اين كان مهم ده الرقم بتاعه حلو جدا نقوله مثلا مثلا بالشكل ده كده احنا عملنا الخطواتين الخطوة الاولانية عرفنا الخطوة التانية عرفنا بقى الطيور اللي موجودة عند الراجل الراجل ده ممكن يكون عنده مجموعة كبيرة من الطيور ممكن يكون عنده مثلا عشرين خمسين براحتك انت تقدر تعمل بالاعداد اللي انت عايزها طالما انت عملت خلاص مش انت كنت تقدر تعرف مثلا عشرين مش كنت إنك تعرف الحاجات بتاعتك براحتك دلوقتي في التطبيق اللي إحنا خدنا ده إحنا فهمنا يعني إيه كلاس وإزاي نعرفه وفهمنا يعني إيه أبجيكت وفهمنا الفرق بين الأبجيكت وبين الكلاس الكلاس هو التمبلة الأساسية والأبجيكت هي النسخ أو الكائنات اللي أنا أصلا بعملها عندي في الكول في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هبتدي أعملك أكتر عشان أفهمك الفكرة أكتر وهبتدي كمان إن أنا أبتدي أزوب معاك المفاهيم وإن شاء الله المفاهيم الأساسية هتبقى موجودة على اليوتيوب التطبيقات والتفاصيل بتاعت التطبيقات والامتحانات والتفاصيل التانية هتبقى موجودة في الكورس اللي على منصة الكورسات إن شاء الله واشوفكم على خير في فيديو جاي سلام عليكم